موسيقى علاقتنا برفع الأسقال علاقة كده ايه متوترة احيانا تبقى حلوة واحيانا تبقى مش موجودة الكيرب بتاعنا بيطلع وبينزل بتكلم على مصر يعني والمحافلة الدولية في رفع الأسقال في اللحظة دي احنا الكيرب بتاعنا عالي لان عندنا مجموعة من الرياضيين وعلى رأسهم اللي حصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم في رفع الأسقال ميدالية مهمة جدا مركز مهم جدا وجه بحادثة غريبة خلينا نستقبل البطل المصري الدولي كابتن محمد ايهاب تاني اسم في بطولة العالم في رفع الأسقال تاني اسم في بطولات العالم في رفع الأسقال شكرا 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 ده رقم قياسي عربي وأفريقيا ومكتش متأكد انك هتعرف تشيلهم ولا لا؟ لا انا كنت واسج ان انا مستعد لي ان انا اقدر اشيله لكن انك في ساعة الحدث نفسه مجازف انت بتقول طبعا مجازف عشان انا اخفقت في الخطف خطف دخلت 166 خطف طبعا ما شلتهاش في التمرين برضو انت مش مصدق بقى هنا؟ مش مصدق ولا في ايه؟ طبعا ما حدش مصدق وما حدش مصدق ان انت دخلت اصلا وشلت وخلاص وخلصت المحاولة خصوصا ان فيه ابطال كبار موجودين في ابطال لومبيين وكبار جدا مش هلوش تقول ده حاول فيه مرة واثنين وثلاثة واخفقوا خالص اه دي بقى في اللقطة دي انت كنت تفاكر ان انت اخدت البرونزية انا كنت تفاكر لا ما هو انا فعلا اخدت البرونزية في المطش ايقا انا فاهمة بس لانه كان فيه حد اخد شاء الوزن اتقل منك واخد الفضية اه ودي حكاية كمان مهمة جدا اه البطل اللي كان اخد المفروض اللي اخد الفضية قبلك كان من من دول من شرق اه من ازربيجين اه 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 انت حضرتك لو بصيت على المنصة التطويج هتلاقي الستة موجودين اه الستة دول خدوا تسعة مدليات اه فيه ناس خدت اتنين وفيه ناس خدت واحدة وفيه ناس خدت ما اه المهم ان فيه حد اخد مدليات في البطولة اه اه فيهم الازربيجاني اللي ده لعب جروب بي داخل رقم علامي في الناشئين هو سنه عشرين سنة اه فالسنه عشرين سنة بيلعب بيحطم الرقم بتاعه له في الناشئين بس بيلعب ببطولة اللي هي الكبار اللي هي بتاعتنا فحطم رقم كبير جدا اللي هو ده متين وثلاثة طبعا اه كان مفاجئة كبيرة جدا واللي في مصر كلهم طبعا بيتصلوا بيه طبعا اه شد هالك كبطل انا هلعب بعدي بيوم يا ايه فده بقى شال متين وثلاثة وعارفين ان انا رقم مية سبعة وثلاثين يعني هو معدي رقمي بكتير فشد هالك كبطل وجمد ومش عارفية وانا بقى بطمنهم اللي هو ما تقولوش وان شاء الله تشوفوا وحش وان شاء الله تشوفوا اسد يعني مش هيتخزر في المصرش ابدا يعني اه وبعدها حلل طبعا بعد ما رفع الوزن حلل بعد ما اخد الميداليا وجات النتيجة بعدها بشهر طبعا كانت فرحة طبعا كبيرة جدا بعدها بشهر كمان طلع الازربيجاني واخد منشطات فتساحبت منه الميداليا وبقى محمد هو اللي صاحب الميداليا خده حق ربنا دي بخصوص الكليم هو اخد ميداليا في الكليم بالميداليا وان شاء الله 200 وانا المجموعة بقى كان بتبع الكور الشمالي ده كان بطل العالم بتاع السنة اللي فاتت وجاب بالميتين كيلو بس ده بالسنة اللي هي الفين واربعتاشر يعني الفين واربعتاشر جاب بالميتين كيلو دهب في البطولة دي طبعا الميتين واحد جبت بيها ايه برونز هو شال ميتين واحد وغلبته بيها يعني هو كان بطل العالم في الفين واربعتاشر وانا غلبته في الفين وخمستاشر انت منين اصلا بقى كابت فيوم من الفيوم وجيت القاهرة امتى جيت والدي ودني المدرسة مبابين رياديا في مدية نصر عملت اختبارات ودخلت لا يعني كنت جيت القاهرة ولا جابك من الفيوم مخصوص لا جابني من خصوص عشان انا اخواتي كلهم لعب الرياضة بس محدش وصل المستوع علي عشان العقبة بتاعت الدراسة والحتة بتاعت السنوية العامة والمشاكل اللي بتحصل فيها والدي كان دايما بيشوف ان الرياضة حاجة سنوية جنب التعليم اه ده والدي انا طبعا انا صغر واحد طبعا اه ده فين بقى ده عندنا في البحر الكارون اه طبعا كان زي ما انت شايفة طبعا ايه اه كلنا عايشين دور الابطال ومعنش قدنا و اه وانت صغير لها معنش اه فعلا ده هوقف ده انت بطل جدا يعني اه وانت وصل ايه ثمان سنين ولا حاجة اه اه دي كنت اه بدأت بقى في رفع اسقال بقى لسه بقى ايه سنة كده وانت اترعب من زمان ملعب انت ثمان سنين حاليا نسيت عشرين سنة اه يعني والدك هو اللي كان بيرعاك في موضوع الرفع الاسقال ده طبعا اه والدي لو كان عايش ده وقت ما كانش هيسدة طبعا انا وصلت له اكيد يعني هو توفى اكيد هو توفى 2007 قبل ملعب هي بطولة دولية يعني قبل ملعب كنت انا في سوريا كنت كنت في بطولة ودية هناك ورجعت مصر قالولي والدك توفى بلو عشرة ايام وكده طبعا محدش بلغني عشان عشان كان فيه بطولة وكده وكلام ده الحمد لله يعني انا انا دايما بقول اسمي على كل الصور اللي بكتبها واسم الشهرة بتاع البوب اصلا ده والدي يعني انا بمثل والدي في حياتي بس ما بقولش ما حدش عارف محمد اصلا يعني الله يهيان انت عملت ده كده من باب يعني كاملت من باب العرفان لوالدك ولا هو وصاك او اكد عليك انه انك ما تسيبش الرياضة دي والحقيقة قالي انا وديتك المكان ده عشان انا كان فيه اخطاء كترة مع اخواتي وكده ما معرفش يعني يقدر يحتويها ويقدر ينجيهم منها فقالي انا هاخسر في المنطقة وكان عدو مجلس الدراء في المنطقة فكان صعب جدا عندنا زمان ان حد من الفيوم يلعب باسم القاهرة ويلعب بتبقى زي مكون خيانة كده يعني زمان اسمها خيانة مش اسمها انك روحت في مكان تاني اه انا تخليت عنهم يعني اه انا تخليت عنهم وانا كنت لعب اساسي في الفيوم وهم تعبوا معايا وفي الاخرى انا اسمتهم ومشيت مع عشان اشوف مصلحتي بقى مع نفسك يعني طبعا والدي سب مجلس الدراءة المنطقة وبدأ بقى ايه يتابعني من برا طبعا يعني انت والدك ضحة تضحية كبيرة عشان انت تكمل طبعا وحتى والدتي طبعا كان صعبان عليها ان انا سبها في السن ده وابعد بيد عنها بس اقلها هو ده مصلحته وهو ده طريقه انه لازم ان يخش ده المكان ده من دلوقتي انا مش هقدر اوفر له الجو عشان ينجح في الدراسة وينجح في التعليم المحطة الجاية بتاعتك ايه؟ ان شاء الله يوم السبت الجاية نسافر ازربيجان هنقضي 22 يوم هنرجع يومين في البيت وبعدين رمضان هنقضيه في مصر وبعدين هنطلع بعد رمضان يومين في البيت اللي هوما العيد وبعدين هنتكل على البعد ان شاء الله على البرازيل انا وطف صاحب اقوله هناك ثلاثة سبيع ونلعب الريو ان شاء الله ريو دو جانيرو ان شاء الله بإذن الله كابت الحمام الدهاب انا عايز اقولك ان انت مش بس شرفت والدك الله يرحمه ايهاب انت شرفت مصر كلها وشرفتنا كلنا ومش بس فرحت عائلتك فرحتنا كلنا وكلنا هندعيلك وانتبعك ونشوف بقى الاولمبياد دي مين في القنوات بتاعتنا هيعرضها عشان نتفرج ونتابع ونشجع وانا هلعب الفجر اصلا هلعب الفجر يعني ما هو زمن واحد العالم كله بيعد يتفرج عليها اللي بيشوفها بديل بيشوفها الصفحة حدث حدث دولي الناس بتحتمي بيه وبتابعه فانتا والنبي لو هتلعب الساعة الثلاثة الصبح هنتفرج عليك شكرا مالك الان ليه مش الان ولا حاجة لا بس انا انا كان دايما كان نفسي يبقى فاسينا كنا عاديين نتفرج على ماتشناه لرمضان طبعا كلنا كنا عاديين عايشين الحدث بطولة العالم في امريكا تاني يوم بقى الناس راحت فاتفجت بالخبر معي فانا كان نفسي يعني الناس ايه تبعاني لحظة بلحظة وطبع التقطية يعني حصرية وانا تفرج كتير ايه يعني انا والديتي ايه نفسي تشوفني حصري يعني نفسي يعني نفسي يعني ايه بتقولي انا نفسي اشوفك وانت بتلعب حصري كده قدامي وانا بادعيلك وكده عارف يعني ايه اقل حاجة اقل حاجة من حقوقك بلاش دي اقل حاجة احنا نستهلها كمواطنين وكمتابعين ان احنا نتفرج على اخونا او ابننا وهو بيلعب في محفل دولي ايا كانت المدالية اللي هو بينافس عليها ايا كان المركز اللي هو داخل يتبرى عليه ده حقنا وشيء كلنا لازم ندفع به ويا اما تلفزيون الدولة او التلفزيونات الخاصة لازم مادر نتفرج على كابتن ايهاب وكل الناس هتروح ريو دي جانيرو لانه ده حق تخطى فكرة الرفاهية ان شاء الله الناس هتفرج عليك على الهوى باذن واحدة مش عاوز الانترنت كسف بقى الوسائل دي والدتي مفيش الكلام دي خالص يعني يعني دايما كان والدي برضو كان يشوف اخوتي لما بقى فقط فيهم الامل في انهم يكملوا في الرياضة وشايفهم بقى في سكة التعليم كان يشوفهم كده صارين بعد الساعة 12 يقول لهم اللي انا بقى تعال انت الامل اللي فيهم بقى تعال اسبك منهم كده وراء واخدن جوا يعني هو كان دايما مهتم بي وكان نفسه في يوم الايام والله بجد يعني حتى يتفرج عليها في التلفزيون يعني طبعا على فتة اللي بيكلمنا ده هو صاحب المركز التاني او المديليا الفضية في بطولة العالم في رفع الاسقال يعني مش هو واحد صغير والمبتدق ده واحد عنده رقم معتبر في هذه اللعبة حول العالم حرام من يبقى حيل مباس انه واجهة تتفرج عليك في التلفزيون دي حاجة يعني اركز انت بس في الاسقال واحنا مع استاذ حسن المستكاوي اه يعني اكيد لازم ندفع في المنطقة دي انا عزة اسمع تعليقه حدا يا استاذ حسن يوم يوم ما اخدي الميدالية واقعد ينط كده انا شفته في سي ان ان في نفس اللحظة بيعملوا حاجة اسمها صورة بتاعت اليوم بيجيبوا كذا لقطة من المختلف العالم دول العالم فكانت لقطة محمد اه اه هي من في سي ان ان الساعة تمانية الصبح او سبعة الصبح من ضمن اللقطات الجميلة جدا من ناحية الرياضة اللي اختارت في سي ان ان في سي ان ان طبعا انت سي ان ان دي حاجة جمده هو عايز والدته بس تتفرج عليه كان في الفيوم ولا في القاهرة ده طبعا ده ارجو ان يعني احنا نشتغل من دلوقتي الدولة يعني علشان اه الناس تشوف اه الابطال دول هما بيلعبوا يعني ده ده لازم يبقى من دلوقتي يعني لازم نعمل ترتبنا على ده ان شاء الله ده يتحقق ان شاء الله بإذن الله كابتن محمد ايهاب صاحب الفضية في بطولة العالم والذهب الى ريو دي جانيرو بإذن واحد احد بشكرك شكرا جزيلا بستأذنك هتكامل معنا الحلقة وسط الابطال عشان كلنا ناخد صورة جماعية شرف ليه طبعا شرف ليه شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتغل مهم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة